موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وقطيب التحيات في المعادة بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنا منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى ستلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة وعد أن هذا أكيد ويتجدد معكم اللقاء وبشرة خير وكل عام وحضراتكم بكل خير في الحلقات السابقة تناولنا الموضوع الأكثر سخونة في مجال تأخر الحمل ولما لا فهو السبب الرئيسي لتأخر الحمل في العالم قاطبة معظم حالات تأخر الحمل وخاصة حالات تأخر الحمل نتيجة لمشاكل التبويد سببها هذا المرض هو تكايس المبايد وهو المرض الذي يستشري استشراء النار في الهشيم في السنوات الأخيرة وخاصة في مناطق معينة من العالم ومنطقة شرق المتوسط والبحر الأبيض والشرق الأوسط هي المناطق الأكثر إصابة بوباء انتشار وبائي لمرض تكايس المبايد وقلنا أن الخداع الذي يمارس الأطباء بإنكار الحقائق وعدم ذكرها واستقبلنا لاتصال من المنار اللي كانت بتقول عايز أعرف خطورة المرض اللي عندي فعرضنا على أكتر من حلقة الأثار المستقبلية السيئة للإصابة بتكايس المبايد اللي النهاردة هنتكلم عليها مرة أخرى ثم اتكلمنا على درجات المرض وتشخيصه وهذا الخداع الذي يمارس بين الأطباء لمريضات تكايس المبايد واللي بيتقال لها أنت عندك ضعف وعندك ضعفة في الطبويد وأصلاً مش عندك تكايسات دي أكياس وأصلاً عندك الدهون ودهون على المبايد زي ما سيدة كمان من اكتشفت من الشام بعد تقول لي قالوا لي شحوم على المبايد نفس الخداع يمارس في كل أنحاء العالم فجبنا لحضراتكم فيديو على الاعتقادات الخاطئة خمس اعتقادات خاطئة يعزز أطباء النساء الفكر فيها عمد السيدات ولا يريدون أن يقولوا عنها الحقيقة وعرضنا الجزء الأول من الفيديو في الحلقة السابقة وسنعرض ملخص له الآن ثم سنستكمل الخداعات التي تقال للنساء الميسكنسابشن الاعتقادات الخاطئة اللي نقشناها الحلقة الماضية هو الاعتقاد الخاطئ رقم واحد أن التكايس هو كيس وقلنا أن فيه فرق بين التكايس المبايد وخلال هرموني وكيس على المبيض بعض السيدات المتكيسات يبقى عندها كيس لكن الكيس ليس من قواعد التشخيص وقلنا قواعد روتدرام لتشخيص مرض تكايس المبايد وقلنا مش معنى أن ست عندها طبويد أو عندها دورة منتظمة أن ما تبقاش متكيسة فبعض المتكيسات بيحصل لهم طبويد مرة أو اتنين في السنة فما فيش مشكلة أن تقل لها أن الشهر اللي فات كان عندك طبويد وأنها تكون مريضة تكايس مبايد فتكايس المبايد درجات والدرجات المتوسطة منه قد يحدث معها طبويد تلات أربع مرات في السنة وناقشنا النقطة الخلافية والاعتقاد الخاطئ رقم اثنين وهو أن أي علاج هرموني زي راس منع الحملة تبقى كده الدورة انتظمت وابقى كده تعالجت وشفيت فاحنا بندي سيدات وخاصة الأنسات علاجات هرمونية فتنزل عليها دورة اصطناعية وهذه الدورة اصطناعية ليست دورة السيدة وليس معناها أن المرض شفي وليس معناها أن القصة انتهت وبمجرد إيقاف هذا العلاج الهرموني ستعود الموضوع إلى مشاكله وإلى عدم انتظام الدورة وكل من قال لسيدة خدي العلاج ده ست شهور هو خداع وإرجاء للمشاكل وده الانطباع الخاطئ اللي بيغزي أطباء النساء عند السيدات رقم اثنين وقلنا كمان أن فيه انطباعات خطاة أخرى عن بعض العلاجات زي علاج الميتفورمين وهو العلاج الذي ينتهي بكلمة فاج وأن بعض السيدات فاكرة أنه ممكن الاستغناء عنه أو أن ده علاج يتخذ للبدينات بس أو أن ده علاج بيخسس وكل ده وهم وهو علاج لمقاومة الجسم لعمر الهرمون الإنسولين ولم يجد الطب بديلا له حتى هذه اللحظة وكل ما يشاع عن بدائل له هو وهم يصدر للسيدات زي الكروم وكروميوم وخدي ده عشان تخسي وكل ده وهم ما تيجو نشوف هذه الانطباعات الخاطئة بس آخر انطباع خاطئ شفناه في الحلقة السابقة هو فتي السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي وشفنا أن زي ما بيحصل في مصر وزي ما بيحصل في الدول العربية بيحصل برا وإن اللي كانت بتقول له واحدة أنت لا يمكن يبقى عندك تكيّس أصلا أنت مش تخينة ومعندك يزيادة في شعر الجسم وده ليس من قواعد تشخيص المرض فالتكيّس أصيب البدينات والنحيفات والنحيفات هم العدد الأقل من المريضات لكنهم الحالات الأسوأ والأكثر درجة والأصعب في العلاج وليس معنى أن حضرتك نحيفة أنك بمنأ أن يجوي لك تكيّس مبايد وليس معنى أن الدورة منتظمة أن ما عندك يش تكيّس وليس معنى أن ما فيش ظواهر ذكورية أن ما عندك يش تكيّس مبايد وهذه الانطباعات الخاطئة التي تم تغزية عقول السيدات بها والتي نحاول أن نزيل الخرافة والجهل في كل ما يتعلق بالحمل وتأخره من خلال هذه الحلقات تعالوا نشوف ملخص ما قلناها الحلقة السابقة قبل ما نستكمل باقي الأوهام التي تصدر للسيدات المتكيّسات ملخص الحلقة السابقة الآن نعرض الفيديو نشيل الاسترابة جماعة نشيل الاسترابة ده الفرق بين تكيّس المبايد والكيس الكيس هو الموجود على اليمين كورة سوداء مليانة مياه أما تكيّس المبايد هي تكيّس المبايد هي الصورة اللي على الشمال اللي فيها ودي الصورة الرئيسية لتكيّس المبايد نقاط سوداء تحت قشرة المبيض زي حبات العقدة أو حبات السبحة وهذه الصورة الرئيسية لتكيّس المبايد بالصنار والتي ليست بالضرورة أن تكون موجودة فلما حنشوف الروتودرام كريتيريا قواعد تشخيص المرض حنلاقي أن دي واحدة من القواعد واللي لو مش موجودة خالص والقاعدتين التانيتين موجودتين يبقى يتم تشخيص تكيّس المبايد تكيّس المبايد يتم تشخيصه بقواعد روتودرام اللي بتقول مفيش طبويد أو عدد مرات طبويد قليل في السنة اتنين ظواهر زكورية سواء بالأعراض أو بالتحاليل يبقى لو تحاليل هرمونات الزكورة مش معجودة مرتفعة ده لا ينفي أن وجود تكيّس مبايد نمرة ثلاثة صورة المبيض الكلاسيكية بالصنار وليس بالضرورة أن تكون موجودة هذه الصورة فقد يكتفى باثنين فقط من قواعد روتودرام يبقى اللي تقلّها بالصنار شكل المبيض طبيعي وما هوش الشكل الكلاسيكي اللي معروض قدام حضراتكم لتكيّس المبايد ده لا ينفي أنها مصابة بتكيّس المبايد العلاجات الهرمونية زي أقراص منع الحمل أو أي علاج هرموني زي الإقراس النصطها أبيض وبني لإنزال الدورة لا ضرر منها على الإطلاق لكن لا فائدة وما تنزل عليها ليست دورة وليست دورة طبيعية وليست هو علاج وليس معناها أن الدورة انتظمت وبمجرد إيقاف هذا العلاج الهرموني اللي كان أخفى الأعراض ستظهر الأعراض مرة أخرى أما عقار الميت فورمين فهو عقار هام جدا لعلاج تكيّس المبايد وهو أساس في علاج تكيّس المبايد زي ما مكتوب قدام حضراتكم مثل تغيير نمط الحياة ونظام والتأكيد هذا العقار يفيد صحيح له أعراض جانبية لكن للأسف أننا مضطرين وحتما أخذوا فاتي السيدات بأن كلمة أنت لا يمكن يبقى عندك تكيّس المبايد لأنك مشتخينة ولأنك ما عندك بشرة دهنية وما عندك شعر هذا هو الانطباع الخاطئ رقم 3 المتكيّسات لازم يقال يوم شكل معين نشوفه كده في الشارع نقوم نلاقي الست دي اللي بشرتها دهنية وعندها شعر زيادة يبقى دي عندها تكيّس أو اللي عندها البشرة الدهنية أو الحبوب دي يبقى عندها تكيّس أو التخينة هي اللي عندها تكيّس أو اللي شعرها بيسقط أو اللي زيادة في الوزن هذه حالات أرجح أن فيها تكيّس مبايد لكن ما فيش في نوتيبك شكل محدد لمريضات تكيّس المبايد فكون السيدة نحيفة ده لا ينفي أنها عندها تكيّس مبايد وكون أنها تفتقر للأعراض الزكورية ده لا ينفي أنها عندها تكيّس مبايد كونك نحيفة ونحيفة جداً لا يستبعد أن تكوني متكيّسة والوزن كما رأيتم ليس من قواعد تشخيص المرض وبالتالي ليس مطلوباً أن تكوني عند وزن معين لا نوقف الصورة بعد إذن حضراتكم نرجع نوقف الصورة الأخرانية دي نجيب آخر جزء في الفيديو ونوقف الصورة بعد إذنكم هنرجع تاني هنوري حضراتكم حاجة كده علشان الناس تقتنع آخر صورة في الفيديو ونوقفها ونسبتها أيوة تكيّس المبايد بيجي في واحد من كل خمس سيدات من كل خمس ستات في واحدة هيجي لها تكيّس مبايد الصورة اللي قدام حضراتكم بقى عرضة إيه عرضة خمس مجموعات من السيدات كل مجموعة عبارة عن خمسة فمرة جايبين اللي متكيّسة اللونها باللون الأزرق الفاتح ده اللي هي البدينة اللي قدام حضراتكم على يمين الشاشة والصورة اللي في النص وحدة نحيفة ووزناها عادي ولو فتحنا الكدر شوية أو حاولنا نصغر الصورة هنلاقي مرة من ضمن الخمسة مختارين الستة الطويلة النحيفة جداً دي عايز يقول لنا إيه؟ عايز يقول لنا نتكيّس المبايد يصيب واحدة من كل خمس سيدات وليس بالضرورة أن تكون البدينة ممكن من خمس سيدات دول تبقى النحيفة والنحيفة جداً هي اللي متكيّس وممكن اللي وزنها عادي وطبيعي وانت شايف دي تخينة والكلام اللي بنقعد نسمعه ده هي اللي تبقى متكيّس وممكن الممتلئة هي اللي تبقى متكيّس وممكن البدينة هي اللي تبقى متكيّسة وممكن شديدة البدينة تبقى هي متكيّسة ليس مطلوباً أن يكون هناك وزن معين ليتم تشخيص تكيّس المبايد فتكيّس المبايد أكثر حدوثاً في البدينات لكنه ليس مقصوراً على البدينات فالتكيّس بيحصل عند اللي وزنها حاجة واربعين كيلو وعند اللي وزنها خمسين كيلو دول حالات الأسوأ والأشد درجة وعند اللي وزنها 60 كيلو دول صعوبة في تشخصهم وعلاجهم وبيحصل في اللي وزنهم 100 كيلو دول حالات بغالبا بتبقى الدرجة أبسط وعلاجهم أسهل ليس بالضرورة أن يكون هناك وزن معين أو شكل معين أو صورة معينة أو أعراض معينة لتكون متكيسة لأن تكيس المبايد مجموعة من الأعراض وجود أغلبها يشخص المرض وليس بالضرورة أن تكتمل الصورة بكل المعطيات ده اللي قلناه الحلقة السابقة وهذه الانطباعات الخاطئة التي تم زراعتها في عقل السيدات وللأسف اللي السيدات بتجترق على الفتوى في مهنتنا اكتراء غير مسبوق وبدون أي سند وللأسف أنه يغزي هذا بعض من يدعون أنهم أطباء في هذه المهنة هذه الانطباعات الخاطئة اللي قلناه لكن هناك انطباعات خاطئة كثيرة أخرى عن مرض تكيس المبايد لو معنا تصل تليفوني ناخده لو معناش ناخد الجزء الأول الجزء التاني من فيديو حلقة اليوم طيب هناخد الفيديو هنقف بقى التقطيعات اللي هنشوفها كده ناخد الفيديو صوته ظهر قبل الصورة لو سمحتوا نرجع تاني نرجع تاني هنبتدي الفيديو نشوفه مع بعض نشيلي سترى شيلة R says Is PCOS related to an inability to lose weight? Definitely people who've been diagnosed with PCOS have a higher likelihood of struggling with weight loss Does that mean that their weight caused the PCOS or that the PCOS caused their weight? I don't think it's quite that easy We know that people who have PCOS and lose even a modest amount of weight 10% of their body weight even can have significant improvement in their symptoms so it's worthwhile but it is notably more difficult So what do you do? I think supporting your patients and acknowledging that that's the case and helping them get on track and in touch with the right people who can help them achieve their goals is really important to comprehensive care I'm definitely not the best person to be counseling you on the ideal nutrition or weight loss strategies for you as an individual or an individual with PCOS but I can help you get to the right person for that Misconception number 4 معظم مريضات تكييس المبايد بدينات لكن ليس كلهن فقد الوزن شيء أساسي وحتمي ويفيد جدا في مريضات تكييس المبايد والفقد على الأقل 10% من الوزن بيعمل marvelous improvement of the symptoms زي ما هي قالت وزيادة الوزن تزيد درجة تكييس المبايد لكن المتكييسات يعانوا عند فقد الوزن فقد وزنهم بيبقى بمعبلات أقل من المتعرف عليها وهذه حقيقة ومثبتة وإن فقد الوزن في المتكييسات بيبقى صعب وأصعب لكن ما عندناش حل غير فقد الوزن وهي قالت أنا كطبيبة نسا وأنا كطبيبة نسا مش المختص إن أنا أقول للست تفقد وزنها إزاي لكن مهم إن أنا أكد لها إن فقد الوزن شيء أساسي وحتمي ويوجهها لتخصصات طبية أخرى تساعدها في فقد الوزن من غير إهمها إن فيه دواء بناخده بيخسس المصريات عندهن اعتقاد إن يا دكتور تبلي دواء بيخسس التخسيس اللي أنا هخسه ده ده نظام ولا تقليل أكل ولا رياضة ولا دواء حضرتك هتكتبهولي فالسيدات المصريات عندهن الوهم اللي معتقدات إن هي حتاخد أكلها العادي وبعدين تقول أنت يا ولا هتلي الأرسل للدكتور كتبهولي أو أمغده أو منزل في الوزن لا يوجد عقار على وجه الأرض لا يوجد عقار على وجه الأرض لا سابقا ولا حاليا ولا في القريب العاجل وفي اعتقادي ولا في البعيد الآجل لا يوجد عقار ناس تاخدوا بتاكل أكلها العادي وحتخس ما فيش حاجة اسمها كده ما فيش حاجة اسمها دواء بيخسس وما فيش حاجة اسمها أدوية تخسيس وكل ما بتسمعوا عنه تحت هذا المسمى أعرفوا أنه وهو موجداء ودجل ولا علاقة له بصحيح الطب المتكيسات أصعب في فقدهم للوزن لكن لا نملك ما باليد حيلة فقد الوزن شيء أساسي وحتمي وزيادتهم في الوزن تزيد درجة المرض ومش فقد الوزن إنه ننزل كيلو لازم فقد الوزن يبقى على الأقل 10% من وزن السيدة عند بداية علاجها وليس طبيب النساء هو المختص بأن يقول لها تفقد وزنها إزاي هو يأمر بفقد الوزن وعليها أن تنفذ فقد الوزن وأن تأتي فقدها للوزن لكن ممكن نساعدها بتوجيهها لتخصصات طبية زي أطباء التغذية اللي يقولوا معلومات صحيحة مش معلومات مضللة ويساعدوها في ده خاصة أن مريضات تكايس المقاعدة عندهم مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين وارتفاع هرمون الإنسولين في دمهم بيخلي زيادة درجة المرض واضحة وفقدهم للوزن أصعب وأقل لكنه لا غنى عن فقد الوزن وما فيش دوة بيقلل الوزن نشوف الجزء الثاني من الفيديو مثلا بيخلي زيادة الفيديو الثاني نشوف الجزء التبرده alalalalalalalalalalala هذا يوجد المتخاصة من الذهاب دعوة السلاطة المتخاصة لكن تربط من الفكي الأراضي يحضر تكون دعوة السلاطة أن تحصل على الجنة منصف ألوتي بأن هذه الناسبة ليت سوائر وكما يحضر ممكور السلاطة كيف تحصل على مساعدة دعوة السلاطة المحتضرية السلاطة صباح بكي أرغوة بعد إذنكم لما نرجح هنرجع عند الجزء اللي وقفنا عنده ده قبله ب3-4 ثواني نعلق على الجزء اللي فات الجزء اللي فات ده مهم جدا 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 كتير من مريضات تكايص موبايد بيشتكوا بألم في الحوض يقولوا عندي ألم في المبيضين وينكر الأطباء لأن التدريب والتعليم الطبي على مدى بعيد كان بيقول أن تكايص موبايد ليس سبب لألم الحوض لكن هل الستات دول بيخدعونه هل لما تقول أنه عندي ألم هل ده ممكن وارد في مريض التكايص موبايد الحقيقة ده بنلاحظه أن كتير من مريضات تكايص موبايد بيشتكوا بألم في الحوض الألم ده ليس له علاقة مباشرة بالتكايص التكايص ليس من أعراضه ألم الحوض لكن وارد يبقى عندهم ألم لأن حجم المبيضين بيبقى كبير وبيعامل تقل في المنطقة دي لأنهم بيصابوا بأكياس على المبيض وده وارد يبقى من أعراضها ألم لأن 25% حديثا سبتة من مريضات تكايص المبايد يبقى عندهم معا بطانة مهاجرة ومن أعراض البطانة المهاجرة هو ألم الحوض وبالتالي لاعتقاد اللي بيغزيدة كثرة النساء أنه لك ليمكن تبقى تشتكي بألم في الحوض من التكايص أو بسبب التكايص لا الحقيقة مش كده بعض مريضات تكايص المبايد قد يشعروا بألم في الحوض وعندنا تفسيرات للكلام ده اللي بينكروا كل أطباء النساء وما بيرضوش يقولوه وبينكرواه والستات تقول لهم يقولولهم لا واللي يقول لكم لا اعرفوا أنه ما دخلش كله الطب لأن كل الفيديوهات اللي بجابها لكم بتقول كده هل هناك علاقة بين تكايص المبايد والإصابة بالأورام غير الحميدة هل هناك علاقة بين تكايص المبايد والإصابة بسرطان الرحم هل هذا كلام علمي أم لا أساس له هل تكايص المبايد يسبب أورام خبيثة في الجهاز التناسولي للسيدات على المدى البعيد الإجابة سنجيب عليها بعض فاصل قصير فاصل وبعد الفاصل نواصل الحقيقة والخرافة والفرق بينهما العلم الذي نورده لحضراتكم بعد فاصل قصير نستكمل معكم تكايص المبايد السلام عليكم ورحمة الله عدنا إليكم بعد الفاصل ونستكمل حديث المتصل عن الملعون الأكبر في قصة تأخر الحمل والمخادع الأكبر مش المخادع للأطباء الذي يتم خداع سيداته بنسبة كبيرة وهو تكايص المبايد الجزء اللي جاي من الفيديو بنقدمه للأشخاص القاتين لكل آنسة عندها اختلال في الدورة وامها وخالتها وعمتها وقريبها ويقول لها وإيه يعني الدورة ملغبطة سيبيها أو راحت لحد وقال لها وإيه المشكلة لما تتجوزي حتتزبط أو واحدة عارفة أن عندها تكايص مبايد ويقول لها مفيش مشكلة أو واحدة عندها تكايص مبايد وجابت أطفال وخلاص بقى الدورة مش منتظمة ومش مهم أنا جبت العيال اللي أنا عايزاهم وانتهينا أو واحدة عندها تكايص مبايد وسنها بقى أربعين سنة ما بقاش في بالي أروح لده كاترة النساء ليه إحنا جبرنا على الكلام ده أو واحدة عندها تكايص مبايد وسألت دكتورها قالت له هو المرض ده له خطورة ولو مشاكل ولا لا مفيش أي مشكلة أو واحدة عندها تكايص مبايد وقالت هو المرض ده بيعمل أي حاجة مش كويسة فردوا عليها ناس ألولها لا ولا منه أي تأثير إلى كل هذه المجموعات من السيدات أهدي الدقيقة القادمة من الفيديو ده نشوف الفيديو تكايص أق遊 مباشرة جان what is it that this condition can lead to endometrial cancer and how you handle patients experiencing PCOS what it has? endometrial cancer is certainly a risk of PCOS it is typically more associated with PCOS in someone who has not having periods on a regular basis if someone is going 3 boule, 4 or 5 months without a period that has absolutely increasing the risk of having endometrial cancer why that lining of uterus is getting thicker and thicker لا جب منوتي مباشرة بشكل صحيح لأنه يستقبل بريض الغابة ويبقى أن يتحرك إلى ممترل بشكل ممترل، بشكل منطقي. هذا البدر لكي أعضب ممتازل بشكل أخير في حالة أخرى أسناك إلا أن تكون هناك محطة أو بشكل ممتازل بشكل فاليوي ممتازل بشكل ممتازل تحت أحضب بشكل ممتازل لكي تحرك ممتازل بشكل ممتازل بشكل ممتازل أنا بسيب لحضراتكم الصوت عشان تتأكدوا من دقة الترجمة وحرفيتها فسبت لحضراتكم الصوت وهي بتقول بالتأكيد بي سي او انكريز الزريسكوف اندوميترا الكانسر وسبت كلمة كانسر كده عشان تسمعوها يعني في علاقة بين تكايس المبايد وحاجة من السرطانات اشرح أنا بقى اللي هي قالته هناك علاقة وثيقة ومؤكدة بين تكايس المبايد والاصابة بسرطان جسم الرحم خاصة في الدرجات الشديدة من تكايس المبايد اللي بيحدث ليهم تأخر للدورة لفترات طويلة حيث من المفترض ان الستات ببساطة جدا كده عندها مبيض بيطلع نوعين من الهرمونات هرمون انوثة في اول 14 يوم اثناء نضوج البوايدات وهذا الهرمون مصرطن بطبعه وينمي اورام في جسد السيدات ايه دكتور ربنا حط في جسم الستات هرمون بيعمل اورام واورام خبيثة نعم لكن خلى السيدات دول لما يحصل لهم طبويد يطلع هرمون اخر اسمه هرمون البروجستيرون فيحد من اثاره ويعادل تأثيراته وبالتالي فيه بينهم بالانس وتوازن المشكلة في مريضات تكيس المبايد ان بيحصل عندهم كبر ونضوج للبوايدات مع افراز الهرمون رقم واحد بكميات كبيرة مع عدم خروج بوايدات وعدم حدوث طبويد وبالتالي عدم افراز الهرمون رقم اثنين وهو البروجستيرون فيكون الهرمون رقم واحد اللي هو هرمون الانوسة بلا شيء يحد من اثاره فيحدث سمك في بطانة الرحم ثم بعد شوية يتحول النشاط زايد في بطانة الرحم اسمه اندوميترا هيبربليزيا ثم بعد شوية ده بيقلب الى اندوميترا الكانسر الى سرطان جسم الرحم وهذه معلومة مؤكدة وتدرس في كلية الطب فكل من ينفيها لم يدرس في هذه الكلية او انه مخادعا وهذا الاغلب للأسف الشديد من ضمن كمان المشاكل اللي بتتقال للسيدات وايه يعني تكييس المبايد ده ملوش علاقة باي حاجة ولا حيجيلك اي مشكلة زي ما كان بيقوله هو على سرطان جسم الرحم فنشوف كده المشكلة اليقينية التي ستصيب مية في المية من مريضات التكييس لكن على فترات تطول او تقصر بعد مدة تطول او تقصر بدرجة هذا المرض بسيطة او شديدة لكن للأسف الشديد كل المتكييسات متجهات نحية هذا المرض حيث ان اساس المرضين واحد وهو مقاومة الجسم العامة الهرموني الانسولين فنسبة الاصابة بتكييس المبايد لاحقا بهذا المرض اللي هنشوفه على الشاشة تقريبا مية في المية لانهم نفس المرض نشوف ونكمل الفيديو لكننا نعلم ان الناس الذين لديهم PCOS لسبب كل الفوليكولات المبايدة في او بري حضراتكم رجعتم مش ده طيب احنا مش ده الجزء اللي هنعرضه الجزء اللي هنعرضه هو عن باقي مشاكل ومضاعفات تكييس المبايد بعد الجزء اللي عرضناه بتاع سرطان جسم الرحم اذا كنا وصلنا له كده العلاقة بين تكييس المبايد والاصابة بمرض السكر هناك علاقة وثيقة بين تكييس المبايد والاصابة بمرض السكر حيث ان الاثنين لهم نفس المنشأ وهو مقاومة الجسم لعمل هرمون الانسولين نشوف الفيديو اذا مرات تكييس المبايد والاصابة بمرض السكر انه مرات انه مرات ده الانطباع الخاطئ رقم أربعة أن تكايس المبيض بلا مشاكل مستقبلية وقلنا المشاكل المستقبلية سرطان جسم الرحم وقلنا اخترته ومية في المية ذاهبات إلى السكر وده يمكن التعرف عليه بارتفاع الهيموجلوبين السكري أو السكر التراكمي وهو التحليل الذي يجري في عيادتنا وكتير جدا بنسمع من ستات أنتم بتعمله ليه؟ لأن السكر التراكمي هو الوحيد الذي يكشف الاستعداد الوراسي للسكر واقتراب إصابة السيدة بالسكر وهو شيء هام جدا ويجب تحليله في مريضات تكايس المبيض وبعض العيادات وبعض الزملاء بيحللوا كمان فاستنج إنسولين وده ليهم كل الحق فيه وهذه تحليل مفيدة جدا لأن هناك ارتباط وثيق بين الاستعداد الوراسي للسكر والإصابة بتكايس المبيض وتكايس المبيض هو المقدمة للإصابة بمرض السكر وخمسين في المية من المتكايسات سيصابنا بمرض السكر قبل سن 40 سنة والخمسين في المية الأخريات بعد سن 40 سنة اجمعون كده شوفوا الخمسين والخمسين يبقوا كام الاعتقاد الخاطئ رقم خمسة والأخير إن بعض مريضات تكايس المبيض فاكرين هما لأن عندهم تكايس إنهم مش هيحملوا تكايس المبيض ليس سبب لمنع الحمل منع تام هو سبب لتأخر الحمل It's not a cause of complete strility or infertility It's just delayed conception يؤجل ويؤخر الخصوبة إلى أن تقع السيدة في يد طبيب فاهم عارف بيعمل إيه نشوف الانطباع بها ونخلص الانطباعات الخاطئة المنزرعة في عقول السيدات عن تكايس المبيض ثم نستقبل تليفونات حضراتكم أرجو أن الحلقة اللي فاتت والحلقة دي الناس تأخذها مرجعية لتكايس المبيض نشوف الجزء الأخير ده مهم نشوف الجزء الأخير نشوف الجزء الأخير ترجمة نانسي قنقر بتقول هل الستات اللي عندهم تكايز موبايد مش هيحملوا أبداً قالت لا فيه عن ناس عندهم تكايز موبايد فعندهم ضعف في الطبويد فبيحصل لهم طبويد مرة أو اتنين في السنة فتيجي الستة اللي عيادة عندنا فنقول لها حضرك عندك تكايز موبايد فيصادف ان يحصل لها طبويد الشهر التالي مباشرة اللي تشخيصها فتحمل لأن تكايز موبايد القصة كلها قصة طبويد لكن من المفترض ان الستات اللي عندهم 3-4 مرات هي استخدمة الأرقام دي 3-4 مرات طبويد في السنة أكيد فرصهم في الحملة أقل كتير من اللي عندها 12 شهر فيهم طبويد لكن قد يصادف ان اول ما تتزوج يبقى اول شهر في زواجها هو الشهر الوحيد اللي حصلها في طبويد خلال سنتين فتحمل وبالتالي تكايز موبايد مرض يؤخر الحمل وليس مانعاً مانعاً تاماً إلا في الدرجات الشديدة والشديدة جداً وغير المعالجة جيداً أو المشاكل اللي بيصاحبها مشاكل أخر لكن مش من المفترض ان تبقى واحدة عارفة ان دورتها من أخباطها وبتأخر وان عندها تكايز موبايد وان هي أنسة وتستمع للمقولة الشهيرة بتاعتنا ما تروحيش لدكتورة اللي بعد سنة يا جواز لحضرتك لازم تروحي في أقرب وقت غير اللي دورتها منتظمة ما عندهاش أي أعراض نقوم نقول لها انتظري يبقى المقولة بتاعة تأخر الذهاب إلى بعد سنة دي في الناس الطبيعيين وتكايز الموبايد ليس سبب نهائي وحتمي لمنع الحمل لكنه سبب لتأخير الحمل طيب تكايز الموبايد المنظومة من المشاكل دي والخلل دي يمكن حلها ازاي نأتي إلى السؤال المجمع النهائي في الفيديو هو مرض بلا شفاء لكن يمكن ضبطه ونشوف هنضبطه ازاي ثم نستقبل اتصالات حضراتكم يلا ما يجب أن تجربة نقوم به في القناة؟ لقد اضبط هذا القناة لكي ترسلتك لأن هذا لا نرى أحيث أني محدود باقيد الحلية التي لا يستطيع بأنه الساق mantenه ترسل نقوم باقيد والخلل تعرف أن يتجربة نقوم بالحلعة بقيد الحلقة لدينا يمكن أن يحب المسبب المستخدم منتظمة القناة للم نظرة من تغليل ببقيد الحلقة وهناي ليس بذلكم أن يتطلب النهائي وثير من مرحلقة النهائية أو سيكون حلقة الساق المتحدثل هو مرض بلا شفاء لكن يمكن السيطرة عليه بخطوات بسيطة وبأدوية سهلة ورخيصة في معظم الأحيان ويجب أن يكون هناك خطوات علمية تصعودية منهجية في التعامل مع المرض وعندما لا يفلح الحل رقم واحد ننتقل إلى الحل رقم اثنين أما الخطوة الأولى والمجمعة والرئيسية التي تندرك تحتها كل مريضات تكيس المبايد هو فقد الوزن وتغيير نظام الحياة وتغيير نظام الأكل وتقليل النشويات وأغد المتفورمين مفيش مهرب من دول أي حد يحاول يتعامى عن واحدة من دول فلن تحدث هناك استجابة لمريضات تكيس المبايد هذا هو المختصر المفيد فيما يقوله علم النساء والتوليد في موضوع تكيس المبايد المرض الأكثر انتشارا في العالم المرض الذي يقترب من 100 سنة منذ اكتشافه بواسطة العالمين شتاين وليفنسال سنة 1932 ووضعوا علاج له ووصف له سنة 1934 ثم علاج جراحي له سنة 1935 ولم يفلح وتعافت النظرية بتاعتهم في منشاؤه لكن لم يتغير الحقيقة الباثولوجي ووصفهم للمرض كان وصف مبدع وحتى الجراحة اللي عملوها تعافى عليها الزمن لكن كانت منشأ لجراحات أخرى للتعامل مع تكيس المبايد يقترب العالم من 100 عام من التعامل مع تكيس المبايد ويستخدم نفس اللفظ رغما عن اعتراض كثير من الأطباء عن اللفظ والاسم لأنه مضلل ولم يصل العالم حتى هذه اللحظة إلى علاج شافي له فهو مرض بلا شفاء وبلا انتهاء لكنهم مرض مزمن يصاحب السيدة من وقت ما يتم تشخصها به إلى انتهاء حياتها حيث تمتد آثاره المستقبلية السلبية ليست فقط على الدورة وعلى بشرتها وعلى شخصيتها وعلى نظامها ونمها وطباعها وأطفالها وخصوبتها واحتمالية مشاكلها أثناء الحمل ومشاكلها بعد الولادة لكنه يمتد إلى آثار مستقبلية بعد سن الأربعين وبعد انقطاع الطمس وإصابة بمرض السكر وضغط الدم وتصلب الشريين والأزمات القلبية وأمراض غير وأورام غير حميدة في الجهاز التناسولي كان هذا هو ملخص ما يمكن أن يقال عن تكييس المبايد والحقائق إجابة لسؤال منار اللي كان من أكتر من شهر في هذا البرنامج ما هو تكييس المبايد ما هي أعراضه كيف يتم تشخيصه ما هي الخداعات التي تنقل للسيدات ما هي الانطبعات الخاطئة التي تفتي بها السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي الآثار السلبية والمستقبلية لهذا المرض أرجو أن نكون وفينا حقه تماما هو من الحلقة القادمة سنبدأ الحديث عن مشكلة أخرى يخصص لها شهر مارس من كل عام بإذن الله تعالى لو معنا اتصال ناخده طيب طيب إذا كان في جزء بها من الفيديو ناخد الجزء بها من الفيديو وفينا نحن نفسي وفينا نحن نفسي وفينا نحن نفسي من المشكلة نحن نفسي من المشكلة تكون بسطع مثلي أنه إذا ألحت انه مسرحي قلبي لا مهلابا كلك هناك قادمة لا أحتوى حيث ان تحفظ هلاح هناك أنه هناك قوان بالدداء وإن هناك قادمة لديهم قوانات للأسفات بغاية واخ eigene الوغن بحرارة بموكس الم coma هذا هو صعر بسطع أنت مستقر بسطع إلى أن يكونوا بسطع أثنى قبل أتعيض لو كانوا باستمرار لو أنه ي Louكا لا تريد أن تقلبي أن تحفظ أثنى وحيئا بخارما، ويأتي بدأس عبدا. يحب الانتبال لأنهاراً ، تنبال، وي PLAYت دولة عبداً. وهذه الطفقة السيح لأنه لا يمكن لدينا بشكل حياتي. لم يكلف في العودة بشكل مستقبل أربعي. نحن ستحب بخار申الي لدينا بشكل مستقبل مانواجزئي، فقط بني القدرة على الانتبال الذي يحضح بشكل مستقبل. بهذا لا يمكن أن تكون بشكل مستقبل مخلوط سيئ، و هذا لا يعني أن كل من يملك المستقبلة مع PCOS سيكون مدرسة بسيطة سنعودة عندما نحاول فقط من أجل المستقبل في مجلسة المقبلة هناك مئة أكثر من مباشرة في مدرسة المقبلة فيما أن تعمل المستقبلة الأولى ونحن نتحدث إلى الوصول المستقبلة والمستقبلة ومسكتبات المتحدة يبقى مريضات تكايصة وموائد مش كلهم بدينات مريضات تكايصة وموائد مش كلهم عندهم دورة مختلة مريضات تكايصة وموائد مش كلهم عندهم زيادة في الهرمونات الذكورية سواء بتحليل الهرمونات أو بشكل العام مش كلهم ليهم شكل خارجي متطابق مش كلهم عندهم شكل المبيض الشهير في السنار لمريضة تكايصة وموائد بعض المتكيسات نحيفات وبعضهم نحيفات جدا بعضهم عندهم دورة منتظمة ومنتظمة تماما بعضهم عندهم طبويد بعض الشهور بعضهم عندهم طبويد وحدوث حمل لكن النوعية سيئة من البوايدات آثرها السلبية على حدوث الحمل بتبقى واردة مريضات تكايصة وموائد هو خلل هرموني يتم تشخيصه رقم واحد بتحليل الهرمونات وهناك درجات من المرض الدرجات البسيطة من المرض هي درجات من المرض وقد تؤثر وقد تؤخر الحمل ليس كل مريضات تكايصة المبايد سيعانوا من عدم حدوث الحمل لكن تأخروا تكايصة المبايد مرض مزمن لا يشفى تكايصة المبايد مرض له ارتباط وفيق بالاستعداد الوراثي للسكر ومقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين تكايصة المبايد فيه اجابة حاسمة على سؤال اجباري لا يمكن اغفالها في التعامل مع مريضات تكايصة المبايد ان كل مريضات تكايصة المبايد كل مريضات تكايصة المبايد ما قلتش اللي وزنها كام ولا اللي درجتها كام ولا اللي حالتها كام يجب عليهم الالتزام بنظام غذائي قليل النشويات يجب عليهم تغيير العادات والانظمة الغذائية يجب عليهم خفض الوزن قدر الإمكان يجب عليهم الالتزام بأخذ عقار الميتفورمين ولا بديل له ومفيش حاجة اسمها أنا وزني كذا وطولي كذا مريض التكييس المبايد المعترض على وزنها هو هرمونتها وليس أنا وليس الطبيب مريض التكييس المبايد عرض الإصابة بالسكر ويجب عمل تحليل السكر التراكمي على فترات متتبعة لبيام وتشخيص هذه المشكلة مبكرا مريضات تكييس المبايد سيعانينا من تأخر الحمل بعضهن سيعاني من صعوبة في فقد الوزن اللي احنا بنحتم عليهم الوصول له يجب فقد الوزن وهذا شيء حتمي وأقل 10% من وزنهم يجب أخذ علاجات لخفض مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين يجب الالتزام بعلاجات هرمونية لضمان عدم النشاط الزايد لبطانة الرحم وزيادة السلبية التأثيرات السلبية لهرمون الأنوسة هرمون الإستروجين على بطانة الرحم لكن يجب العلم أن العلاجات الهرمونية التي تؤدي إلى إنزال دم هو دورة إصطناعية وليست دورة الستة الطبيعية ولا هو علاج ولا اللي بتنزل عليها دورة منتظمة ولا يجب الاعتداد بيها وإذا لم يتم خلال فترة هذا العلاج الهرموني ضبط الوزن وتغيير نظام الحياة وتغيير نوعية الأكل والميتفورمين فبمجرد إيقاف العلاجات الهرمونية ستعود الدورة إلى اختلالها ما فيش حاجة اسمها واحدة عندها تكيس ومشي بيه بيت ربيه وخليه وانت أنسة لما تبقى تتجوزي نبقى نعالجه هذا سخف شديد وما فيش حاجة اسمها الدورة متلغبطة وحتنتظم بعد الجواز وما فيش حاجة اسمها عندك ضعف وما فيش حاجة اسمها عندك شحوم وما فيش حاجة اسمها عندك دهون وما فيش حاجة اسمها دهون على المبايد وما فيش حاجة اسمها هذا الوهم وهذه الخرافات التي تصدر للسيدات وما فيش حاجة اسمها تكايز ده مرض بسيط ما لوش أي تأثيرات وما فيش حاجة اسمه أنه طالما حملتي خلاص ما فيش مشكلة لأنه يزيد من مشاكل عديدة أثناء الحمل وما فيش حاجة اسمها طالما الدورة انقطعت وانقطع رجائك من الحمل وجبتي لأطفال اللي انت عايزاهم ما فيش تأثيرات للتكايز ولا تغديف بالك ولا تخطيه بعين الاعتبار تكايز المبايد أحدثه استعداد جيني ووراسي واستعداد وراسي للسكر وزيادة في الوزن خاصة في منطقة أسفل البطن والأرداف والفقدين ومنذ حدوثه لن يشفى ولن ينتهي حتى لو الست فقدت الوزن اللي هي زادته ورجعت إلى وزنها اللي كان عنده دورة منتظمة والهرمونات منتظمة عندها ينضبط المرض لكنه لا يشفى ولا ينتهي ولا يختفي منطقتنا العربية نتيجة لتغير العادات الغذائية ونتيجة الاستعداد جيني ووراسي ونتيجة العوامل أخرى فنحن من أكثر دول العالم إصابة بالسكر ومن أكثر دول العالم في تشخيص الحالات الجديدة بمرض السكر كل عام وسنة 2030 ستصبح منطقتنا العربية عموما ودولتنا للأسف خصوصا واحد من أكبر عشر دول في العالم في الإصابة بداء السكري وقبل حدوث هذا بعشر خمستاشر سنة سيكون هناك نوبة من جائحة من الإصابة بتكيص المضايد حيث المتكيسات سيتطورن بعد عشر عشرين سنة إلى مريضات السكر ويبدو أننا في هذه الجائحة وللأسف مع الانتشار الشديد لهذا المرض ينتشر المغلطات والمفاهيم المغلوطة والخداعات التي تمارس على السيدات وهو ما يؤدي إلى تقليل الخصوبة طيب وتقليل شكل بشرة السيدات وجمالهن هن حيث تكيص المضايد يفقد السيدات البشرة ويفقد السيدات النظرة ويحدث مشاكل في الشكل والبشرة والجلد وكتير من الستات بتسأل هو احنا ليه وليه السيدات العربيات وليه المصريات عندهم المناطق الحساسة ومناطق تنيات الجلد لونها غامئ ولونها اسود وما بيستجبش لأي من الوهم اللي بيشاع فيه القنوات لعلاج وتفتيح هذه المناطق كل ده بسبب تكيص المضايد كمان يؤثر على شخصية السيدات فالعصبية والهستيرية وردود الأفعال العنيفة والاكتئابية والرغبة في التوحد والبكاء من مشاكل المتكيسات وتغير النوم وساعاته وأننا صحية طول الليل وعندي إرهاق مزمن طول اليوم والإحساس بالصداع والصداع النصفي ونوبات الصداع النصفي وخاصة بعد الوجبات والإحساس بالإرهاق الشديد طوال اليوم من تأثيراته من تأثيراته لاستراجل المعركة لكي تحمل السيدات دول والمعركة لكي يكتمل الحمل ولا ينتهي بإجهاض والمشاكل التي تحدث أثناء الحمل من الإصابة بضغط الدم وتسمم الحمل وارتفاع السكر أثناء الحمل وسكر الحمل والآثار السلبية اللاحقة من نزيف لا يستجيب لعلاج والآثار السلبية اللاحقة عند البلوغ لعمر 40 سنة فيما فوق والإصابة بداء السكري وضغط الدم واختلال الدهون في الدم وتصلب الشرعيين والأزمات القلبية والأورام غير الحميدة هذا هو ملخص تأثيرات تكيس المبايد على السيدات هرموناتا خصوبة بشرة شكلا نفسية عصبية أداء وأمراض مزمنة هذه هي الحقيقة العلمية عن هذا المرض أهدي ده للسيدة منار اللي اتصلت بالبرنامج ومنتظر اتصالها عشان تقولنا إن احنا قلنا كل ما هي تحس وتعاني به ولا كان في حاجة كمان ما قلنا هاش وناقوس خطر نضقه عندما اكتشفت الحكومة المصرية نسبة الزيادة في الوزن والسمنة والأمراض المزمنة ووجهت فحص واستقصاء بياني لإصابة بهذه الأمراض فاكتشفت أرقام مش مشجعة خالص ووجهت ده وجهدها للسيدات ونحن على أعتاب خطر نضق نقوس له نتيجة لتغير العادات الغذائية وطبيعة الغذاء والوزن كل الحذر وكل الحذر وكل الحذر وقولنا والله يشهد على ما فعلنا ربنا يجعل ما فعلناه خالصا لوجهه وفي ميزان حسنتنا كل السيدات وكل الأنسات كل عام وحضراتكم بخير يستمر معكم اللقاء في الأيام المبهجة الكريمة القادمة وكل سيدات الوطن العربي لكم مني كل تحية وكل تقدير للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة وبالعلم والمعلومة الطبية الصحيحة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وانتظروا الحلقات القادمة عن أمراض جديدة نقول عنها كل الحقيقة كما عودناكم ويا رب دايما 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 أجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما دايما بشت خير الحمل دي نعمة وقايا محتاج منا لرعايا الصبر ما تعبوهاته بتحلّب الحمل دي نعمة وقايا محتاج منا لرعايا الصبر ما تعبوهاته بتحلّب الحمل دي نعمة وقايا شكرا